إلى ملف كورونا حيث قال مسؤول منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغ إن زيادة حالات الإصابة بمتحور أوميكرون ستدفع الأنظمة الصحية في القارة نحو حافة الهوية محذرا من أن عاصفة أخرى قادمة في غضون أسابيع بسبب المتحور الجديد ويجب على الحكومات الاستعداد للزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا تواجه دول الأوروبية الموجة الجديدة من متحور كورونا بمزيد من الإجراءات وتشديد القيوب فيما دع الرئيس الأمريكي إلى زيادة وطيرة التلقيح مع الإصرار على عدم الهلع إسرائيل من جهتها قررت اعتماد جرعة رابعة من اللقاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سكوتلندا تدخل شبه إغلاق مجددا ابتداء من الأحد المقبل بعد تشديد إجراءاتها ضد فيروس كورونا ومتغيرها أوميكرون سريع الانتشار لا حضور لمشجع كرة القدم في الملاعب ولا احتفالات كبيرة تزيد عن 200 شخص في الأماكن المغلقة أو 500 شخص في الهواء الطلق إلى جانب إلغاء الاحتفالات الرسمية بقدوم العام الجديد هذه القيود سيتم مراجعتها بعد ثلاثة أسابيع يرجى العودة إلى الحد من التواصل المباشر بقدر المستطاع والبقاء في المنزل وعند الخروج من المنزل يرجى الحفاظ على التباعد الجسدي واتباع النصائح حكومة ويلز سبق أن أعلنت عن إجراءات مماثلة تدخل حيز تنفيذ ابتداء من الاثنين المقبل فيما لا تزال حكومة جونسون تحت ضغط متواصل لاعتماد نصائح مستشاريها العلميين والصحيين بتعزيز قيود كورونا في ظل الارتفاع المتواصل للإصابات التي وصلت إلى أكثر من 90 ألف إصابة ومائة واثنتين وسبعين وفاة مع هيمنة سلالة أوميكرون في أغلب المناطق الإنجليزية اتفقنا على إبقاء بيانات الوباء قيد المراجعة المستمرة وتقييمها ساعة بساعة ولسوء الحظ أقول للناس إنه سيتعين علينا الاحتفاظ بإمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات لحمايتهم وحماية الصحة العامة ولن نتردد في تجديد القيود سلطات الصحة في سباق احتواء سلالة أوميكرون سريعة الانتشار تحث الناس على الالتزام بقواعد كورونا وتقليل تواصلهم المباشر مع الآخرين كما تناشد جميع البالغين بتلقي جرعة ثالثة تضمن حماية كافية لمقاومة الفيروس وقد وصل عددهم قرابة 30 مليون شخص في أكبر عملية تطعيم تشهدها البلاد ما بين المطالبة بتشديد القواعد ضد كورونا من جهة ورفضها التام من جهة أخرى تتردد الحكومة في اتخاذ إجراءات صارمة بانتظار تقييم وضع الوباء بمزيد من البيانات ليكون قرارها متوازنا بين حماية الصحة العامة وضمان سبول العيش مصطفى زارو العربية لندن هو معنا من باريس مراسل العربية ليث بازاري أهلا بك ليث يعني إلى أي مدى أثرت المخاوف من متحور أوميكرون الجديد على حركة الفرنسيين قبيل يومين من عيد الميلاد وبعد رأس السنة يمكن بالشارع حيث تتواجد أنت وباقي المناطق هل الحركة طبيعية؟ الحركة حتى الآن يراوية طبيعية ولكن اليوم تبدأ فرنسا بتطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما وعلى السلطات الصحية إقناع أولا أهالي هؤلاء الأطفال لتطعيم أبنائهم ويجب أن يرافق الطفل واحد من أبوايه إلى أحد مراكز التطعيم 350 مفتوحة لاستقبال الأطفال في فرنسا وابتداء من آخر هذا الشهر سيسمح للصيادة بتطعيم الأطفال في صيدلياتهم مع العلم أن بعض التواقم الصحية ضد تطعيم الأطفال الآن ويرون أن على فرنسا الانتظار حتى الربيع المقبل ليتم التأكد من نجاعة التطعيم ضد أوميكرون صباق مع الزمن هنا في باريس فهاجس فرنسا الأكبر اليوم التلقيح أو التطعيم لتجنب ارتفاع عدد الإصابات وعدم قدرة السلطات الصحية على تأمين أسرة أو عناية مركزة لمن يقصد إحدى المستشفيات أو العيادات الطبية ورصدنا مؤخرا أن معظم الذين دخلوا المستشفيات منذ انتشار دلتا والمتحور أوميكرون في فرنسا هم أشخاص لم يتناولوا اللقاح بثلاث جرعاته أم لم يتلقوا اللقاح بشكل عام لا ننسى أن أكثر من 5.5 مليون فرنسي لم يتلقوا اللقاح لحد هذه اللحظة بل يقوم البعض منهم بمظاهرات ضد الحكومة الفرنسية وقوانينها الصحية وثلث الإصابات هنا في العاصمة الفرنسية هي إصابات بالمتحور أوميكرون كما سجلت فرنسا ما يقارب 70 أو أكثر من 70 ألف إصابة خلال الساعات الأربعة والعشرين الأخيرة 3096 في العناية المركزة ووفاة 212 شخص بعد الإصابة بالفيروس الخطوة الهامة التي ستقوم بها السلطات الصحية الفرنسية هي تسريع تطبيق استعمال جواز التطعيم بدل من الجواز الصحي والفرق بينهما أن الأول يبرز إذا كان الشخص تناول جرعات اللقاح أم لا أما الثاني الجواز الصحي فكان يحوي النتائج الصحية إن كانت سلبية أم إيجابية لفحص كورونا بالإضافة إلى إثمات إن كان الشخص تطعم أو تلقح أم لا ومن المفروض أن جواز التطعيم الجديد هذا سيبدأ تفعيله في منتصف الشهر المقبل وبدونه لا يستطيع الشخص دخور المطاعم أو المقاهي أو دون السلمة أو حتى ركوب وسائل النقل في فرنسا ليس هل المستشفيات الفرنسية أو السلطات أعلنت بأن الأنظمة الصحية فيها قد تم تطوير ليس تطوير ولكن تدعيمها لاستقبال أعداد أكبر كي لا يتكرر سيناريو الذي حدث منذ عامين نعم وهنا الخوف راويا فإن الكثير من المستشفيات خائفون من أن بعض الموظفين أو التواقم الطبية يصاب بالأوميكرون أو أحد متحورات كورونا وهنا سيقل عدد الموظفين ما يؤدي إلى النقص في المستشفيات ولذلك تطالب السلطات الصحية بعدم التجمع حتى في الأسواق حتى في محطات القطارات حتى لا يتكون هناك أعداد كثيرة وتتزايد في المستشفيات ولذلك يجب الحذر في هذه الفترة من السنة يعني إذا حكينا عن المحطات القطارات التي تنقل المسافرين إلى مناطق عدة في فرنسا يقصدها عادة الآلاف من المسافرين بسبب ابتداء العطل المدرسية لفترة أعياد نهاية هذا العام هذا في الوضع الطبيعي أما منذ يوم الجمعة فقد ألغيت الكثير من الرحلات بسبب إضراء موظفي سكاك الحديدية مضطر بعض المسافرين إلى تأجير سفرهم إلى أيام أخرى لكن الخوف من ارتفاع عدد الإصابات المستمر وبالتالي إغلاق بعض المناطق وإلغاء المزيد من الرحلات أدى بدب الضعر بين صفوف المسافرين المتعطشين لقضاء طبعا إجازة نهاية العام بين أقاربهم في مقاطعات وقرى فرنسا الشتاء ولكن ما زالت السلطات الصحية الفرنسية صارمة بعدم التجمع وحتى عشاء الميلاد يوم الجمعة القادم بعد أيام بعد يومين يجب أن لا يكون عدد الأشخاص كثيرون أو لا يزيد عن بعض الأشخاص الأقلة على الطاولة الواحدة خوفا من انتشار القوميك شكرا لك يا لي